أستاذ مجدي أعود عليك من جديد وأتوقف معك عن هذه التفصيلة للفريق البرهان من أننا ماضون الآن لإنهاء الحرب وإنهاء التمرد يعني كان الكلام فيه الثقة الحقيقة من الفريق البرهان هل لدينا على الأرض الآن تأكدات باتجاه ذلك لأنه أرفق كلامه أيضاً بالحديث عن فترة انتقالية حقيقية؟ إذا كنت تتحدثين عن الواقع العسكري أقول لك الآن تطور كبير منذ 15 أبريل لصالح القوات المسلحة كما تعلمين أن في ذلك اليوم حوالي 600 مركبة عسكرية هاجمت القيادة العامة وهاجمت منزل الفريق أول عبد الفتاح البرهان بغرض اعتقاله أو قتله منتصة القوات المسلحة الصدمة الأولى قوات المسلحة استخدمت استراتيجية واضحة جداً هي استراتيجية تدمير العدو واستنزاف منذ الأسابيع الأولى دمرت كل معسكرات التمرد وقطعت خطوط إمداده تحول التمرد الآن إلى حرب المدن والدقور إلى بيوت الناس القوات المسلحة واكبت هذا التغيير بتغيير تكتيكاتها بإدخال فرق العمل الخاص وقوات الخاصة إلى المدن وإلى البيوت وكذلك أعلنت حالة التعبئة العامة حتى يقوم الشباب المستنفرين بحماية الأحياء بعد تطيرها من المتمردين الآن الفريق أول عبد الفتاح المرهان بهذا الخروج يعلن عن مرحلة جديدة مرحلة عسكرية قبل أن تكون مرحلة سياسية في إنهاء التمرد زيارته الأولى من خروجه الأول إلى المناطق العسكرية منطقة واضي سيدنا العسكرية وإلى المعسكرات وإلى المتحركات التي تسعيد الآن للدخول للخرطوم لمهاء التمرد والتثبيت الاستقرار تنبئ بهذه المرحلة الجديدة الآن المليشية المتمردة قدرتها القتالية خفضت بدرية عالية وهذا أمر مرئي بمعنى ماذا أستاذ مكدي هذا الخروج النادر للفريق البرهان وهذا الكلام المطمئن هل يعطي انطباع فعلي بأن الحسم صار أقرب للجيش السوداني الآن ميدانيا على الأرض؟ بالتأكيد الفريق أول عبد الفتاح المرهان وقيادة القوات المسلحة خلقت بيئة آمنة أتاحت للفريق أول عبد الفتاح المرهان القائد العام للخروج والتجول في مناطق القتال حتى داخل ولاية الخرطوم قبل أن يخرج إلى خارج الخرطوم أعتقد أنها بقيت مرحلة واحدة هو بشر بها الفريق أول عبد الفتاح المرهان كما قلت لك نحن نرى رأيا بائن انخفاض قدرات الميليشية المتمردة مثلا صورة واضحة كانت الميليشية المتمردة تستخدم أحدث المركبات العسكرية في قتالها الآن تستخدم سيارات المواطنين وتستخدم حتى التوكتوك الصغير هذه مشاهد من ولاية الخرطوم ليست حديثا دعائيا لكن أطمنك أن القوات المسلحة الآن تمتلك كل زمام المبادرة الدعم السريع لم تتحول الآن إلا إلى عصابات للنهب والقتل والسرقة كما قلت لك المرحلة الجديدة أيضا بها مرحلة سياسية ومرحلة دبلوماسية وأولى هذه المراحل بالتأكيد ترتيب البيت الداخل كما قلت في مداخلة سابقة أنا أعتقد أن بعد زيارة البرهان إلى دولة مصر التي سيستحق أن تكون هي الدولة الأولى في زيارة البرهان وحسب اعتقادي أن البرهان سيزول جنوب السودان كمحطة قادمة وأعتقد بعد هاتين الزيارتين سيشرع الفريقون البرهان والقيادة السياسية في تكوين حكومة طوارئ لأن الأمر الآن يحتاج بشدة إلى ترتيب البيت الداخلي إلى حكومة طوارئ تقوم بالشأن التنفيذي وتقوم بمجابهة آثار الحرب وتقوم بإعادة عمل الدولة الاقتصادي والتعليمي والصرح الذي توقف كبيرا وكذلك تقوم هذه الحكومة بالتواصل مع العالم الخارجي عبر الدبلوماسية السودانية وبذلك تكون القيادة السياسية والقيادة العسكرية في السودان قد بدأت ترسم في خطوط النهاية لهذا المشهد الدامي هذا المشهد المأساوي الذي سيسجله التاريخ يعني ننتظر تشكيل حكومة جديدة أستاذ مكدي في قدم الأيام بعد عودت بالأحرى الفريق ركن عبد الفتاح البرهان أنا أعتقد هذا اعتقادي وأحلل ذلك أنه بعد هذه الزيارة المهمة وأعتقد بعد زيارة مهمة أعتقد أيضا لدولة مهمة بالنسبة للسودان هي جنوب السودان سيشرع في تكوين حكومة طوارئ ليست حكومة جديدة هي حكومة مهام محددة حكومة طوارئ حتى تكون لها مهام محددة تقوم بإنجازها في الفترة القادمة مهام متعددة في عدة جوانب كما ذكرت